موسيقى 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 الانتيرال and exterior angles a number of sides of any polygon and many things and after that all we are going to solve some problems about el polygons ok our tools we are going to need in this session is white paper calculator pencil and notebook and ruler and don't forget protractor ok I wanted to ask you a question can you differentiate between polygons and non-polygons or regular or convex or concave yeah mr. تكلمنا عربي احنا فهمين ان انت بتقوله بالعرب ونفحوم بالانجلش طيب واحدة واحدة تعرف تفرق لي ما بين ال polygons وال non-polygons طيب لا والنبي يعني انت كنا مقولت هاش بالانجلش ما علينا مش تعرف تفرق صح طب بروح عامل اسكان للكود ده وتفرج على الفيديو ده وانما ترجع لي من الفيديو هفهمك ايه الفرق من كل الحاجات اللي انا قلتها. شوفنا الفيديو تعال بقى فهمك يعني بوليجون البوليجون بمنتهى البصوات الحبيبي هو هو عبارة عن عدد من اللين سيجمينت اللي احنا بنسميها او والسايد. ايج تو سايدز ميت اتا بوينت الوينت دي بنسميها الورتكس وعنده كل بورتكس عندي حاجة اسمها انجل بتوين السايدز تمام? البوليجون زي ايه? زي الترينجلز دي بتتكون من ثري سايدز زي الكوادرلاترالز دي عبارة عن فور سايدز زي البنتاجون فايف سايدز الهكساجون سيكس سايدز الهبتاجون سايدز وانسا عن. تمام? ابقى الفرق بين كلمة ريجلر ويريجلر ده بيبقى depend on ايه يا مستري يعني انا ببدأ اقول اذا كان ده ريجلر ولا الريجلر بناء على ايه? هقولك ببساطة جدا. ده depend on اللانث بتاع السايدز of the polygon. بمعنى لو كانت السايدز of the polygon are equal to each other يبقى ده اسمه ريجلر. اما لو كانت السايدز بتاعتي not equal to each other يبقى ده اسمه الريجلر. يبقى الفرق دلوقتي ما بين الريجلر والريجلر ايه? اللانث of the sides. لو كانت السايدز بتاعتي equal to each other يبقى ده اسمه ريجلر باليجلر. لو كانت السايدز بتاعتي not equal يبقى ده اسمه ايه? صحي جدا. الريجلر. طيب تعالي بقى الاخر مقارنة. الكونفاكس والكونكيف. بص يا سيدي. ايه الفرق ما بين الكونفاكس والكونكيف ده اقول? لو انا عندي الانتيريور انجل بتاعت اي باليجل. less than or equal 180. يعني لو كانت less than 180. بقول علي انه هو كونفكس. تاني? لو عندي الانتيريور انجلز بتاعت اي باليجل. less than 180 او اقل من الانتيريور ايتي بدأ اسمه ايه? كونفكس. طب لو كانت 180 or more يبقى اسمه كونكيف. يبقى امتى بحكم على الباليجون بتاعي ازا كان كونفكس او كونكيف? على حسب السامو في ميجر او انتيريور انجل. الانجلز بتاعت اللي جوه. لو هي less than 180 يبقى اسمه ايه? كونفكس. اما لو كانت 180 or more يبقى اسمه كونكيف. واضح الكلام ده كده حبايبي? يلا بقى بسرعة اعمل اسكان الكود اللي قدامك ده. هتعمل اسكان معي كتير الساشن دي على فكرة. ويدخل ايه لعب الجيم ده? وهانت استناك بعد الجيم? تأخرش. وعايز اسألك سؤال. can you differentiate between interior angles and exterior angles? هل تقدر تفرقلي ما بين interior angles والexterior angles? مش عايزك تجاوبني على السؤال ده دلوقتي. لحد ما تعمل اسكان للكود ده وترجع تاني تشوف الفيديو اللي انا هتقولك ده وترجعلي بعد الفيديو تقولي فهمت ايه? وعرفت الفرق من interior للexterior? ولا لأ? I'm waiting for you. طيب خلينا نتكلم دلوقتي على interior angles. عندي رول لطيف قوي بيقولي ان sum of major of interior angles of any بالجون equal N minus 2 by 180. يعني N minus 2 by 180. يعني مبساطة جدا ال N دي هي number of sides. يعني مثلا لو انا عندي triangle فانا عارف ان ال triangle عبارة عن 3 sides. فلو انا رحت لل rule بتاع N minus 2 by 180 هتبقى 3 minus 2 by 180. يعني 1 by 180 equal 180. وانا قريدي عارف ان triangle is sum of major او ال interior angles بتاعته 180 ديجلي. يبقى خد الرول ده كده اول رول عندك in sum of major of interior angles of any polygon equal N minus 2 by 180. خد بالك ان الرول ده بيتطبق على معظم اللي عندي اللي انا هتعامل معها سواء كانت 3 sides, 4 sides, 5 sides and so on. تمام? طيب لو انا عايز اعرف ال angle الوحدة جوه بكام? انا مش عايز اعرف ال sum كلهم. انا عايز اعرف كل ال angles كل واحدة بكام. انا عندي رول يقولي ال angle بكام لما يكون regular polygon. يعني لو هما كلهم قد بعض اقدر اقولك ال angle الوحدة تطلع بكزا. يبقى انا لو عندي regular polygon اقدر اعرف ال angle الوحدة جوه ازاي وده من خلال الرول N minus 2 by 180 over N. يبقى انا دلوقتي عندي مهمين جدا. تحوزهم زي اسمك. لو انا عايز sum of measures of interior angles كلهم يبقى N minus 2 by 180. ولو انا عايز one angle او angle واحدة بس يبقى N minus 2 by 180 over N. طب تعال نبص كده على الفيجرز اللي قدامك دي in each of the following او in each polygon عايز اعرف sum of measure بتاع interior angles كام? اول واحد. اول واحد ببساطة عندك four sides. فعندي N minus 2 by 180. يعني four minus 2 by 180. فتطلع equal three hundred sixty degree. طب اللي جنبيه? اللي جنبيه عندك كم side? عندي five sides. فهعمل N minus 2 by 180. فتبقى equal five minus 2 by 180. تبقى equal five hundred forty degree. طب اللي بعديه? اللي بعديها عبارة عن ايه? six sides. فهنعمل N minus 2 by 180. فتبقى six minus 2 by 180. اللي هي تطلع equal seven hundred and twenty degree. واضح الكلام ده كده حبيبي? طيب. بصوا معي على التابل ده وخلينا نعمل complete كده عليه. التابل ده ببساطة هوم يديني باليجونز. الباليجونز دي ديها number of sides. ten with three with twelve with fifteen. وعايز يعرف الانجلز او الانجلز بكين. اول واحد تان صايد. هنروح للرول. N minus two by 180. يبقى ten minus two by 180. تطلع equal one hundred forty four degree. ادي اول واحدة. طب التانية. three. three ده مستر يعني triangle. فتبقى three minus two by 180. يبقى equal one hundred eighty. طب اللي بعدها twelve. يبقى twelve minus two by one hundred eighty. تطلع equal one thousand eight hundred. طب الاخيرة fifteen يبقى عندي fifteen minus two by one hundred eighty. تبقى equal two thousand three hundred and forty degree. يبقى انا كده لو ديت لي سيادتك وديت لحضرتك number of sides. وطلبت السام او في انتيريور انجلز بتاعت الباليجون ده نقدر نحسبه بالن مينس two by one hundred eighty. طب انا لو عايز بقى one angle مش السام انا عايز انجل واحدة. يعني ده ريجولر. تعالوا نشوف التابل ده كده. قال لي five sides. مبدأين five sides ده اسمه بنتاجون. ازاي نجيب الانجل جوه البنتاجون. قال لي سهلة وبسيطة جدا. الرول هيبقى. N minus two by one hundred eighty over N. يعني five minus two by one hundred eighty over five. يطلع equal one hundred eight. طب اللي بعديها. eight sides. eight sides اللي هو الاكتاجون. يبقى N minus two by one hundred eighty over N. يعني eight minus two by one hundred eighty over eight. يطلع ايقل one hundred thirty five degree. طب اللي بعده. twelve sides. سهلة وبسيطة. twelve minus two by one hundred eighty over twelve. يطلع ايقل one hundred fifty ديجري. يلا حاول معي كده انت في السيكس. six minus two by one hundred eighty over six. يطلع ايقل one hundred twenty ديجري. واضح الكلام ده كده حبيبي. في مشكلة. اوكي طب انا كل بتاعتي دايما بيجيب لي النامبر اف صايد وانا اجيب السم اف ميجرز اف انتيريور انجل او الانجل بس لا على فكرة خالص. انا ممكن اجيب دلوقت السم اف انتيريور انجلز بتاعت اي باريجون واطلب من سيادتك ومن حضرتك انك تجيب لي النامبر اف صايد زي الاكزامبل اللي قدامنا ده. بقولي زي سم اف ميجرز اف انتيريور انجلز اف ابلغون اس two thousand one hundred and sixty ديجري. find the number of its sides. هعمل ايه? هو اداني السم اف انتيريور انجلز. طب فاكري رول. ان ماينس two by 180. ايقوال مين? ايقوال النمبر ده. يبقى معنى كده ان انا عند ال two thousand one hundred and sexty equal. ان ماينس two by 180. يبقى معنى كده ان الان ماينس two ايقوال ايه? النمبر اللطيف اللي قدامك ده دفايدل 180. يبقى الان ماينس two ايقوال 12. حل الاكواشن يلا. هنودي التول اللي هي الناجاتف دي الناحي التانية بالبازاتف. فيبقى number of sides او الان ايقوال 12 plus 2 equal 14 sides. صعب الكلام ده كلا حبايبين? طيب خلينا نشوف ايقزامبل تاني. how many sides has a regular polygon of its interior angle equal 120 each? خبه لك من كلمة ايه? هو مدانيش السم اف انتيريور انجلز بالمناسبة. هو اداني ايتش انجل جواب 120 ديجري. يبقى انا الرادي هروح للرول بتاع. n minus two by 180 over n equal 120 ديجري. نعمل بتاعنا. يبقى 180 n minus 360 equal 120 n. حل الاكواشن يلا. هنعمل واضح الكلام ده كلا حبايبي? في مشكلة? طيب تعالي ناخد اكزامبل تاني برضو انقربي الموضوع. بيقولي the ratio between the major of angles of quadrilateral. خبه لك من quadrilateral دي. two to two to three to five. calculate the major of the largest angle. اكبر انجل فيه. مبدئيا كلمة quadrilateral معناها ايه? معناها ان الباليجون ده form it from four sides. يبقى لو انت مش فاكر ان ال quadrilateral sum of interior angles بتاعته 360 يبقى لازم تبقى عارف الرول n minus two by 180. يبقى four minus two by one hundred eight equal 360. يبقى معنا كان ان الفور انجل دول كلهم مع بعض equal 360 ديجري. طيب تعالي بقى نطلع largest angle. هجبها ازاي? سأله بسيطة جدا. ها مين هي largest angle عندك? واخدر ريشو كام? five ما هو two with two with three with five. مين الكبيرة? الفايف. يبقى five over the sum multiply three hundred sixty. اجين كده? five over the sum multiply mean three hundred sixty. تطلع largest angle عندي equal one hundred fifty ديجري. ودي الانسور اللي هو عايزها. طيب تعالي نشوف الاكزامبل اللي اللي جاي بيقول لي ايه? if there is you among majors of interior angle of quadrilateral برضو quadrilateral two with three with three with four. find the smallest major of this angle of that quadrilateral. يبقى هو عايز ايه? عايز smallest major. اصغر واحدة اللي هي واخده كام? واخده two. هنحل بنفس الوية على فكرة مش هنغير حاجة. يلا الاول نجيب السم. four minus two by one hundred eighty. تطلع three hundred sixty. انت عايز الصغيرة صح? يلا الصغيرة اللي هي two over sum by three hundred sixty. تطلع equal thirty ديجري. يبقى اللي سمولست انجل عندك ايكوال تيرتي ديجري. مجهز لك مفاجأة هنا. هتعمل سكان للتلاتة اللي قدامك دول. جايب لك three فيديوز. تتفرج على التلاتة علشان يفاهموك اكتر على الاكستيريور انجل. اللي احنا قريدي هنتكلم عليها. بس بعد ما تتفرج على الفيديوز وترجع لي. don't be late. I'm waiting for you. شوفنا الفيديوهات? تمام جدا. هنتكلم دلوقتي على الاكستيريور انجل. وطالما بنتجيب سرية الاكستيريور انجل بقى احنا فورشور هنتكلم على الكومفكس بوليجون مش الكونكال. طيب اي هي بقى الاكستيريور انجلز دي? ما بدايا انا عايز سيادتك و سيادتك تبقى عارفين كويس ان اي كومفكس بوليجون بتاع الاكستيريور انجل ليه three hundred sixty ديجري. واتفر بقى بتاعه وبتاعه كانوا قد ايه? المهم اللي انا بقى عارف ان الاكستيريور انجل ليه equal three hundred sixty ديجري. واضح الكلام ده كده حبايبي? طيب. الاجزامبي اللي قدامي ده بيقول لي how many sides has a regular polygon if its interior angles are one hundred twenty ديجري ايتش. ها نفس الكنسب. طيب. بيقول لي ايه? قال الماديور بتاعه كل انجل اكستيريور بـ one hundred twenty. يبقى تعمل ايه? one hundred eighty minus one hundred twenty. ده رول. عشان تجيب مين? ها تجيب الاكستيريور. يبقى تاني الانتيريور عندي one hundred twenty. انا عايز اجيب الاكستيريور. تعمل one hundred eighty minus one hundred twenty. تطلع سكستي. عايز تجيب النمبر اوف سايد. يالله يا سيدي. three hundred sixty divided ساكستي تطلع سيكس. يبقى ليه سيكس سايد. يبقى انا لو عندي دلوقتي الماديور بتاع الاكستيريور انجل اقدر من خلاله اعرف النمبر اوف سايد. ازاي اللي انا اخد ال three hundred ساكستي اعملها ديفايد الاكستيريور انجل اللي عندي. طب تعال نشوف الاكزامبيل التاني. بيقول لي if major of one of interior angles of regular is one hundred forty four. عايز النمبر بتاع السايدز ده. اداني الانتيريور. يبقى انا محتاج دلوقتي اجيب مين? الاكستيريور. one hundred eighty minus one hundred forty four. يبقى equal thirty six. يبقى كده الانجل الاكستيريور بتاعتي equal. ها. thirty six degree. يلا. نجيب بقى number of sides. three hundred sixty over thirty six. يطلع ايكول. ها. تان سايدز. فاهمنا الكلام ده كده شباب? صع? يلا بسرعة نعمل سكان للكود ده. ونروح نلعب الجيم دي. ونرجع بعد الجيم. عشان عايزكوا في حاجة مهمة. لعبنا الجيم. الدنيا وطيفة. يلا بقى علشان نحل بتعمل scanler code. تحل الموجود والكوز ده. واشوفكوا على خير ان شاء الله. النساشة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك. وبنقول لك ما تنساش تحل الكوز اللي في المصادر. وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.